لن تجمعهم طاولة حوار أبداً هذا ما يريد التأكد عليه مقتدى الصدر برفضه للحوار الذي دعا إليه الكاظمي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في تطور جديد يشير إلى انعدام الثقة التامة بين الطرفين وإصرار كل طرف على فرض مخططاته بكل الوسائل المتاحة ولم يكتفي الصدر برفض دعوة الحوار بل اتهم الإطار التنسيقي بالسعي لإشعال ما سماها حرباً أهلية حيث أجل الصدر التظاهرات التي كان مزمعاً لأنصاره الخروج بها السبت المقبل بسبب ما قال إنه رغبة بإفشال مخططات خبيثة مؤجلاً إلى حد ما التوتر الذي بقيت بغداد على موعد معه منذ أسابيع وقال الصدر إن من يراهنون على حرب أهلية ويحاولون التشبث بخطواتها هم من الفاسدين في إشارة كما يبدو إلى تظاهرات دعية لها بنفس الموعد من قبل منافسيه الإطار التنسيقي مجلة بوليتوكو الأمريكية تؤكد كذلك أن الأزمة السياسية في العراق معقدة وتدور في حلقة مفرغة دون وجود أي مؤشر على انفراجه على الرغم من تصاعد الغضب الشعبي بشأن استمرار حالة الشلال السياسي الذي لم ينتج منذ عام 2003 حكومة قادرة على توفير الخدمات الأساسية وتبين المجلة الأمريكية أن القطبين السياسيين المتنافسين في البلاد ما زالا أسيري المنافسة على السلطة في ظل عجز حكومة تسير الأعمال عن تمرير القوانين وإصدار الميزانية وكل ذلك ينعكس سلبا على الشارع العراقي ويزيد من معاناة السكان وبحسب معطيات الواقع فإن الأحزاب السياسية لن تخرج من حالة الفوضى التي تمر بها إلا وعلى حطام العملية السياسية كاملة